إذن لا يوجد مؤشرات على صراع بين روسيا والصين هكذا تقول سيد أنتيكوف لكن سيد اليامي ضيفنا من الرياض العلاقة بين روسيا من جهة والصين من جهة أخرى كما يعلم الكل أنها ترتبط ما بين المخاوف والتقارب من جهة أخرى كيف ستنعكس هذه العلاقة على منطقة الشرق الأوسط من وجهة نظرك؟ بسم الله الرحمن الرحيم وحييك وساد حازم وحيي سيدات والسادة المشاهدين وأنا سعيد بالانضمام إلى شاشتكم وإلى برنامجكم شكرا وحيي أيضا السادة الضيوف من بكين ومن موسكو يعني في الحقيقة ما تقوم به الصين في العقد الأخير وتقوم به روسيا في الحقيقة في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية أنا في تقديري خاصة في منطقتنا هو محاولة عن تفتيت أو تآكل النفوذ الأمريكي في المنطقة ومحاولة الحصول على جزء من المصالح الأمريكية التقليدية في المنطقة يسعيان هذين القطبان على المستوى الاقتصادي على مستوى بيع السلاح وعلى مستوى حتى الاتفاقات الاستراتيجية وأنا أعتقد أن الجانب الأمريكي يدرك ذلك حتى في ظل الخطط التي تؤكد أن الجانب الأمريكي يعني يسعى إلى التخلي عن بعض المواقع في منطقة الشرق الأوسط يعني وهذه تفضيلات صانع السياسة في الولايات المتحدة الأمريكية لكن من الجانب الآخر من جانب روسيا ومن جانب الصين هم يخططون استراتيجيا للإحلال في مكان القوة الأمريكية ولعل النفوذ الذي أصبح لروسيا خلال الخمس سنوات الماضية على سبيل المثال في سوريا فقط وتجديد القواعد التي تمتد الاتفاقياتها إلى عقود من السنوات القادمة ثم العلاقات المتوازنة الروسية العربية في المنطقة بشكل كامل مع القوة في المنطقة ثم العلاقات الصينية أيضا الوازنة والمتوازنة والتي هي أكثر لطافة من علاقات الغرب بعلاقات منطقة الشرق الأوسط كل هذا في تقديري يذهب استراتيجيا إلى محاولة تفتيت الحضور الأمريكي ومحاولة شغل مواقع تركها الولايات المتحدة الأمريكية ماذا عن الدول العربية ودول الشرق الأوسط سعادة المستشار تتحدث في جانب التأثير على الولايات المتحدة الأمريكية ونفوذها في المنطقة ماذا عن هذه الدول المتواجدة في منطقة الشرق الأوسط في منطقة الشرق الأوسط هناك أقطاب إقليمية هناك إسرائيل وتركيا وإيران وهناك الدول العربية طبعا كمجموعة أيضا أو ككتلة معينة ربما أبرز الكتل فيها المجموعة الخليجية يعني لو تفحصنا العلاقة الخليجية الروسية الخليجية الصينية وبشكل أعمق العلاقات العربية الروسية ثم العلاقات العربية الصينية نجد أنها في العشر سنوات الماضية حققت إنجازات غير مسبوقة في الحقيقة وأصبح هناك تنامي لهذه العلاقات على المستويات الاقتصادية على مستويات التدريب على مستويات توقيع اتفاقيات في موضوع الفضاء في الطاقة النووية بمعنى أن الشراكة التقليدية والتاريخية مع الغرب ومع أمريكا لدول المنطقة يعني وجدت من ينافسها في الحقيقة والمنافس منافس قوي يعني ولعل من يرى الاتفاقيات التي ودقعت في الثلاثة أو الأربع سنوات الماضية بين دول منطقة الشرق الأوسط والدول الخليجية على وجه التحديد ومع روسيا يجد أنها ربما شملت كل مناحي الحياة التعليم الصحة الغذاء الفضاء الزراعة توريد الأسلحة وهذا في الحقيقة يعني هو نيل من الأدوار التقليدية والتاريخية للولايات المتحدة الأمريكية وللغرب بشكل عام